السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الاول السانوي هنبدأ النهاردة اول حصة في الاحياء للترمي التاني الباب التالت هنبدأ بهم باشرة الباب التالت نركز مع بعض كده عشان في شوية تعريفات شوية حاجات فاهم كده قبل ما نبدأ في الوراس لان الباب التالت بيقول لي طوارس الصفات طوارس الصفات طبعا الدرس الاول الكروموسومات نمشي بالترتيبها برضو لان في بعض ناس بحتاجهم ان نمشي بالترتيب ما نعديش حاجة بقدر الامكان طبعا في بعض حاجات كده بنعديها لسهولتها اقول احنا اخدناها قبل كده اول حاجة رقم واحد دراسة الكروموسومات والمعلومات الوراسية والمعلومات الوراسية بنركز كده عشان ان شاء الله الحاجة اقولها اكررها مرة كمان ان شاء الله لان الاحياء حلوة وجميلة لما بنفهمها بنبدأ الكروموسومات والمعلومات الوراسية خدنا في تالت اعدا دي السنة اللي فاتت الكروموسوم فاكرينه اتنين كروماتيد بينهم سنترومير نمشي خطوة خطوة ستيب باي ستيب ها يبقى دا كروماتيد كروماتيد وهنا ايه كروماتيد بينهم نقطة اسمها ايه سنترومير وركزنا على افتلة اعدا دي في الترمي التاني السنترومير طيب عايزين ايه من الكروموسوم بيقول الكروموسوم دا لو فاكرين برضو في تالت اعدا دي كان في قلب النواة معلاش في ناس بتقول انت عملها ليه كده معلاش احنا نبسط الامور قدر الامكان الكروموسومات شكلها الوضع الطبيعة بتاعها كده ده الكروموسوم موجودة في قلب النواة خلاص ومعروفة ان احنا قلنا المنظر اللي قدام في قلب النواة دا بنقول عليه ايه اتنين ان يعني الكروموسومات كاملة اللي هي ستة واربعين يبقى في معلومة برضو نركز عليها عشان اما نجي نتكلم في نظرية الكروموسومات او النظرية الكروموسومية هنقول اتنين ان معناها ايه ها الكروموسومات كاملة كاملة يعني ايه كاملة يعني في كل كائن حي الكروموسومات كاملة. دفي الانسان? ستة واربعين كروموسوم. ستة اربعين كروموسوم. ممثلين في اتنين ان. عشان يسهل دراسة الايه? الوراسة والانقسام الميتوزي والميوز. يبقى ما شوف اتنين ان اعرف ان الكروموسات كاملة دي في الانسان هي. في الانسان عشان نرتب الامور واحنا بنتكلم. يبقى دي موجودة فين? في الانسان. طيب. لما يكتب لان يبقى نص المادة الوراسي. طيب الانسان يعني ايه? اتنين ان. في جميع خلايا جسم الانسان. خلاص حتى المناسل. عشان برضو في ناس بتتلخبط. في فرق بين المناسل اللي هي الخصية والمبيض. الخصية والمبيض. فيها ايه يا جماعة? كروموسومات كاملة. كروموسومات ايه? كاملة. ومال الان موجودة فين? في الامشاج. ايه هي الامشاج? يا اما حيوان منوي. اللي جاي من الخصية في الزكر. يا اما بويضة اللي جاي منين من الانس. طيب. عشان ما نطولش في الكلام ده احنا ماشينا خطوة خطوة برضو عشان نجيب الوراسة كده من الاول ونفهم. طيب. الكروموسوم قلنا في قلب النواة. توجد داخل النواة. خلاص. في ازواج. تمام? سواء في الجسدية او الايه? التناسلية. في ازواج. التناسلية يعني ايه? المناسل. المناسل بركز عليها تاني وبعدها تانية. طيب. في معلومة عندنا في اولى سنة وجديدة بقى. الطرز الكروموسومي. معلش? بركز عليه اوي 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 في النظام حتى الجديد. الطرز الكروموسومي. هو عبر عن ايه? لتعريف? اه. ترتيب. ترتيب. الكروموسومات. تنازليا. تنازليا. حسب حاجتين. الحجم. حجمها. وترقمها. ترقمها هي مترقمة? اه. يعني ايه مترقمة? احنا عندنا ستة واربعين كروموسوم. نركز كده بقى عشان نفع من الجزئية ديت. عبارة عن ايه? تلاتة وعشرين ايه? زوج. تلاتة وعشرين ايه? زوج. قالولنا علميا وطبيا من واحد لاتنين وعشرين زوج دي الجسدية. طيب رقم تلاتة وعشرين. خلاص رقم تلاتة وعشرين. ده الايه? الجنسية. جنسية يعني ايه? سواء زكر او انسة. زكر او انسة. يعني ايه زكر او انسة? الجزء اللي انا هتكلم فيه بعد توضيح الطرز الكروموسومي ده. هنتكلم عن من المسؤول عن تحديد الجنس. يعني فيه كروموسومات زكريا وكروموسومات ايه? انسة وايه. بس المعلومة اللي انا عايز اقولها. رقم تلاتة وعشرين ده جنس اه. ولكن ترتيبها. ترتيبه في او بعد السابع في الحجم. ازا لا يخضع. معلومة هي. لان ممكن الاسئلة بتاع بنك المعلومات. يقول لي ايهما يخضع للطرز الكروموسومي? خلاص. الكروموسومات الجنسية او الكروموسومات الايه? الجسدية. طبعا الجسدية التي تخضع. مترتبة تمام من واحد لاتنين وعشرين. طب ما انت قلت ان التلاتة وعشرين ده جنس اه بس ترتيبه بعد السابع. بس العلماء حطوه في الاخر بس. لكن هو ترتيبه بعد السابع في ايه? في الحجم. ده معلومة خلاص وناخد بالنا منه. يبقى ترتيبه فين? بعد السابع في الحجم. ولكن يرتب في نهاية الايه? ولكن يرتب في نهاية الايه? الطرز الكروموسومي. نركز او في الكلام اللي انا بقوله. طيب. بعد كده المعلومة اللي احنا عاوزين نعرفها. الطرز الكروموسومي للزكر. للزكر اللي هو المشيج يعني. خلاص. وللانسة. خليها بلاش المشيج الوقتي عشان ما نطلخ بطش. خلينا الزكر. التركيب الكروموسومي بتاع ستة واربعين ازاي? نركز اوه عشان هنكتب سؤال الوقتي مان المسؤول بعد ربنا عن تحديد الايه الجنس. انا عند اربعة واربعين جسدية من ستة واربعين. للزكر اكس واي. يبقى الوقت الكروموسوم الجنسي في الزكر التركيب بتاعه او الشكل بتاعه اكس واي. طيب الانسة اربعة واربعين زائد اكس اكس. زلك في معلومة ان الكروموسوم الزكري غير متماثل. يعني في اكس واي. هنا ايه? متماثل. نكتب المعلومة دي. متماثل يعني ايه? متشابه. ولزلك برضو السؤال اللي هنقوله بمسألة الوقتي مش موجودة بس عشان نفهم. خلاص كانت موجودة في اللي قبل كده. هنقول طب مش عاوزينها ومحناش نقصين. لا نفهم. اللي عاوز يفهم يتابع معي. اللي عايز يذكره خلاص مش هطول فيها. يبقى اربعة واربعين زائد اكس واي لان المرحلة الجاية فهم في كل حاجة. يعني المعلومة دي قال لتحديد الجنس. ممكن يقول لي بنك المعلومات سؤال من المسؤول عن تحديد الجنس? ممكن يجيبها اي معلومات. لازم نعرف. يبقى الوقتي هنا عندي اربعة واربعين جسدي وهنا اربعة ايه? جسدي في الانسة. طب وبعدين الكرموسومات الجنسية في الزكر تختلف عن مين? الانسة. خلاص? يبقى في الحالة دهيت هنكتب السؤال من المسؤول عن تحديد الجنس? سؤال اهو وضح على اسس. وراسية وضح على اسس. وراسية من المسؤول عن تحديد الجنس? طبعا بيننا وبين نفسنا كده ربنا اولا. ثم المعلومات اللي وصلت لنا. او اللي معروفة طبيا قبل هنمي. اولا هنعتبر ده زكر. يتزوج مع ايه? انسة. الزكر اتفقنا. اربعة واربعين زهد اكس وار. نذكر المسؤومات بتاعته ستة واربعين. هنا اربعة واربعين زائد اكس اكس. تبديق اسمها ايه? دي خصية. نركز اوه كده عشان مساء الوراس عايزين نفهمها مع بعض. خلاص? الخصية فها ستة واربعين اتفقنا على كده. طب هنا ما بيض الانس. علامة المذكر بقى عشان ايه? نبقى شطرين واخدنا في تلتة اعدادي. اهو. خلاص? يبقى هنا زكر وهنا ايه? انس. هنا اربعة واربعين زائد ايه? اكس اكس. تبديق ايه? ما بيض. طيب. نبدأ نشوف عزين نعمل ايه? طبعا لما يحصل اخصاب ما بين الزكر والانسة. اولا دي بنسميها في مساء الوراسة بقى الاباء. طيب هنا او الجاميتات وما رقمتش لانه هو جيل واحد اللي هنعمله. خلاص طالما جيل واحد زي ما ناخد في مساء الوراسة ان شاء الله جيل واحد ما بنرقمش. بنقولش يعني الاباء طبعا عشان برضو الترجمة او الجاميتات او الامشاك. طبعا انه هو بنركز بقى في المعلومة دي. اتنين وعشرين زائد اكس. هنا اتنين وعشرين زائد ايه? واي. ده مين? الحيوان المنوي. هو الحيوان المنوي كده تركبته اه. حيوان ايه? منوي. هنا برضو ايه? حيوان منوي. طب هنا اتنين وعشرين زائد اكس. مؤنس. ماشيك مؤنس. يبقى نقول ايه? بويضة. هنا اتنين وعشرين زائد اكس ايضا بويضة. طب بنركز كده بالراحة. علامة التقنيس خلاص احنا قلنا كده. ماشي. يبقى الوقت هنا الجاميتات. طب تعالوا بقى الجيل الاول. شوف بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من الف وربعمائة سنة او اكتر. اذا سبق ماء الرجل. فقاحد يقول لي ده ماء الرجل وده ماء الرجل. اه. ماء الرجل المميز بالواي. لان الاكس هنا زي الاكس هنا. اذا سبق ماء الرجل. ماء الانسة كان الزكر. نوضح الكلام تاني. طب ما نشوف كده حيوان منو خاصة بويضة. يبقى الناتج اربعة واربعين زائد اكس واي. ده مزكر ولا لا? اه. انسان زكر. يبقى ده ايه? زكر. اذا سبق ماء الرجل. ماء الانسة كان الزكر. طب بعدين. طيب ده بقى لو يعني ربنا بيبطل مفعول ده لما يبقى فيه الزكر. ابطل مفعول الحيوان المنوي اللي يحمل اكس. نشط الواي. بالنسبة للانسة ما بتفرقش الاتنان زائد طبعا. ولزلك اللي بيتهم الانسة ان هي السبب في الزكر او الانسة طبعا ده خطأ. المسؤول بعد ربنا قلنا في الطب ويه الان ان الحيوان المنوي ازا نشطة اللي فيه واي كان الزكر. طب لو ربنا نشط الواي كانت الانسة. كانت الانسة. يبقى اربعة واربعين زائد اكس اكس. ده معلومة نعرفها. مش مكتوبة صراحة في الكتاب. ولكن من بين السطور كلا. طيب. نيجي في اتنين علماء بدأوا ميحطهم النظرية او يضعوا النظرية الكروموسومية. كروموسومية. فيه نظرية? اه. طب العالمين اسمهم ايه? لازم نعرفهم طبعا. العالمان العالمان ساتن وبوفري. وساتن وبوفري. اتحفظوا زي اسمنا. لان كزا كزا عالم كده هناخدهم برضو في الترمي التاني لازم يتعرف. طيب النظرية بتقول لي ايه? ملخص الكلام اللي احنا قلناه. وفي تلت ادا دي بدأوا يحطوه النظرية. نشوف رقم واحد كده. الكروموسومات الكروموسومات في ازواج موجودة دايما في ازواج. اتنين ان. فين? في الخلايا الجسدي? في الخلايا الجسدي. ده اللي احنا قلناه. في الخلايا الجسدي. يبقى ده الوقت هنا. الكروموسومات في الطرز او الكروموسومات في ازواج اتنين ان. في الخلايا ايه? الجسدي. يبقى ده اول معلومة. طب تاني معلومة. في الامشاك بقى الكروموسومات في الامشاك. اللي هي الايه? امشاك مع الناس. خلاص? نتيجة الانقسام بتبقى ايه? انقسام الميوزي. يبقى ان نتيجة الانقسام الميوزي. اللي هو الاختزال اللي واخدينه لسه من شهرين. او من شهر. طيب الكروموسوم بقى يسلك. لازم تتفهم وتتحافظ الكلام اللي بقوله ده. كلام عادي خلاص رقم واحد اوه. رقم واحد بيقول لي ايه? الكروموسومات في ازواج اتنين ان في الخلايا الجسدية. طيب الكروموسومات في الامشاك اللي هي الان. امشاك اللي هي الايه? الحياة والمانوة والبويضة. بتبقى ايه? نتيجة الانقسام ايه? الميوز. تلاتة. يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوكا خاصا او مستقلا. يسلك كل كروموسوم سلوكا مستقلا في الامشاك. في الامشاك. اللي اول ايه? الحيوان المانوة وايه? البويضة. نيجي الرقم اربعة وهي مهمة جدا. عند الاخصاب عند الاخصاب يندمج الحيوان المانوي مع البويضة. خلاص ويعود. ويعود العدد اتنين ان مرة اخرى. بقت ايه? مزدوج او زوجي. طيب. برضو في معلومة ان الجينات تقع على الكروموسومات. طيب نيجي للكروموسوم كده اللي احنا قلنا في الاول في نهوت الجين. ازا الجين تتابع من اللي مكونة دي ان ايه? نركز كده. عشان في تعريف للجين. ما هو الجين? من تلتة ادادة. تتابع من النيوكليو تيدات. تمثل شفرة. هزي الشفرة مسؤولة عن البروتين. البروتين ده مسؤول عن ازهار ايه? الصف. تاني الجين. نقول هنا في الجزئية الصغيرة هنا في الحتة دي جنب الكروموسوم عشان تتفاهم. ما هو الجين بالراحة خالص? الجين تعريفه ممكن يجبهول في قولة سنة وتاني او موجودة عندنا في المانة. تتابع تتابع من النيوكليو تيدات. تتابع من النيوكليو تيدات. تمثل شفرة البروتين. شفرة البروتين. المسؤول عن ظهور صفة معينة. زي لون الجلد. لون الاين. خلاص. يبقى فيه صفات معينة كتير. مسؤول عنها الجين بعد ربنا في الجزئية دي. احنا عرفنا الجين? اه. معلومة لازم نعرف. خلاص? طيب. الكروموسوم بالمرة قلنا يتركب من اتنين كروماتيد. ركزوا معايا في المعلومات اللي بقى قولها. الكروموسوم يتكون من اتنين كروماتيد بينهم السنترومية. ده اسمه تركيب. الكروموسوم تركيبيا. تركيبيا. اه. لان فيه تركيب كيميائيا. خدناه السنة اللي فاتت ومكرر علينا برضو. ايه هو كيميائيا? بيتكون من حاجتين. دي ان ايه? دي ان ايه? زائد بروتين. يعني ايه? ده تركيب الكروموسوم كل حاجة قصد بعضها. ايه. دي ان ايه? وبروتين. يبقى ده تركيبه ايه? كيميائيا. يبقى الكروموسوم يتركب كيميائيا. يبقى الكروموسوم الموضوع بتاعه. النووي يوجد في نواة كل خلية. في اي كائن حي. ويحمل الدي ان ايه. طب الدي ان ايه في ايه? في تتابع من النيوكليوتيدات. ازا الدي ان ايه موجود في الجينات. يبقى الجين محمول في الكروموسوم اللي بيظهر الصفة. خلاص يبقى انا عندي دي ان ايه وبروتين. وبنسمى البروتين هنا بروتنات الهيستونية. لانه ممكن برضو يجيبها لي. البروتنات الهيستونية. وقلناها في الترمي الاول في الاحياء. طيب. بنبدأ بعد كده. يبقى هنا هوة الجين. تعريفه قلناه. اللي هو تتابع من النيوكليوتيدات. نركز في الكلام. تتابع من النيوكليوتيدات تمثل شفرة لبروتين لازهار الصفة. لازهار الصفة. خلاص اللي هي صفة معينة يا صفة معينة. زي لون العين مثل لون العين او البشرة الى اخرة. طيب. تفسير قوانين مندل. تفسير قوانين مندل. انا عندي قانونين لمندل. هناخد القانون الاول في صفحة. والصفحة اللي قصدها تداخل فعل الجينات. طيب ليه? انا اصيدها لكده. وش معنى? اولا القانون الاول. القانون الاول لمندل. القانون الاول لمندل. خدناه في سنة تلتة ادادة. اللي مسميه قانون انعزال العوامل. وش هنتكلم عنه كتير هناخد مثال برضو مع النص بتاعه. وقبل ما اقول النص بنقول. لو قلنا. نبات. ازهاره. حمراء. نقية. مع نبات. ازهاره. بيضاء. نقية. ايه اللي يفرق قانون الاول لمندل عن حالة الادام السيادة المقررة علينا في قولة سنة وجديدة علينا. اولا ده هنعتبر مذكر. بالراحة كده. وانا ايه مؤنس. نفهم الوراسة كده تبقى جميلة. ما ناخدش كلام كده وان ايه انش اخبط واللخبط كده وخلاص. لا. نبات ازهاره حمراء. ونقية. وبيقول بقى في القانون لابد ان تكون يكون الاحمر سائد على الابيض. يعني لو اني قلت اركبتل اركبتل ويستحسن الالوان بالرموز بتاعتها. احنا كبار الوقت تعرفين الاحمر يعني ايه? يبقى اركبتل اركبت. مع ابيض. المفروض اكتب دابليو او دابيو ودابيو. لا. هنا الاحمر يسود على مين? يبقى الاحمر يسود على الابيض. واضحة جدا انا هو في الكلام. يبقى الاحمر يسود على مين? على الابيض. عشان ما نضيعش وقت. اننا عايزين ناخد حالة الادام السيادة في الحلقة دي برضو ان شاء الله. لان ده اسمه تداخل فعل ايه? الجينات. يبقى نربط المواضيع ببعضها. يبقى هنا اركبتل اركبتل. مع ابيض المفروض قلنا دابليو دابليو. لا. نركز او في الكلام اللي بقوله. ارسمول ارسمول. قلنا ده مذكر? اه يعني ايه مذكر? يعني الموتوك. نركز في الالفاظ كاني بعمل التجربة. طب هنا ارسمول ارسمول معناها ايه? الميسم. يعني ايه الميسم? الميسم اللي انا هضع عليه حبة اللقاح الوقت. خلاص? يبقى الوقت هنا اهو. المفروض اقول الميبيض. خلاص? الميبيض اهو. بس الميبيض في نهاية مين? الميسم زي ما خدنا تركيب الزهر. بالراحة بقى كده. ار كابتل. ار كابتل. خلاص? ودي علامة المذكر. ودي علامة المذكر. خلاص? طيب. ديت اسمها حبة لقاح. طيب هنا ارسمول ارسمول. دي علامة المؤنس. ودي بنقول عليها ايه? بويضة. نركز بقى كده. يبقى الوقت هنا العالم مندل. اهم بالتجربة ديت ازاي? عشان نفهمها. يا ريت نفهم. ما نعودش نحفظ. بس. والحفظ مطلوب. ولكن بعد الفا. هنا الميسم. هنا القلم. وهنا ايه? المبيض. خلاص? جنبيه بالزبط الموتوك. الموتوك. يبقى الموتوك عندي هنا بيطلح حبوب اللقاح. مندل عمل ايه? بألم او باي سن ألم او اي حاجة او باسباعه. حبة اللقاح جابها مع مين? حطها على مين? على الميسم. يبقى الوقت انهوت حبة اللقاح. هنا ايه? البويض. ايه اللي حصل بقى في الجيل الاول? نشوف. طبعا في ناس ما تحبش الجدول. ولكن الجدول الى حد ما يعني بيوضح شوية عن الايه? التواصلات. شوف هنا مذكر? وينه مؤنس? كون عامل الخنة دي فيها مذكر? يبقى هكتب الار كابتل ار كابتل. كون الخنة دي سمول ار سمول ار سمول اللي هي المؤنس. بنضرب الار كابتل في الار سمول. ار كابتل في ار سمول. ار كابتل ار سمول. كلها مية في المية حسب القانون بتاعنا. قانون مندل. يبقى الوقتي اف وان طبعا هنا بنمشي بالترتيب اهو. هنا الجاميتات جي وان. الجاميتات خلاص يبقى دي ايه? جي وان. طيب الاف وان اللي هو الايه? الجيل الاول. الجيل الاول. او فرست ايه? طيب. الجيل الاول طلع لايه? حسب ما مندل اللي مية في المية. احمر. هاجين. كلمة هاجين يعني ايه? متباين او مختلف. لكن اللي فوق كان احمر نقي. اه ار كابتل ار كابتل. نركز بقى الجيل التاني. عشان ان اعدام السيادة هنعملها قصادها مباشرة. يبقى الوقتي ان هو مية في المية. خلاص مية في المية. جالي ايه? هزا الكلام. او هزا المنزر. طيب نيجي بقى الجيل التاني. ايه اللي هيحصل? الابناء اللي طالعين. ار كابتل ار سمول. يعني اقول له احمر هاجين. مع احمر هاجين. ما هو ده شرط الوراسة. انني الابناء بهجينهم مع بعض. قلنا بيران تتوباء. اللي هو الاباء. الاباء. يبقى الوقت الابناء اصفحوا ايه? اباء زي حياتنا احنا. خلاص بنبدأ هنا في الجاميتات. ار كابتل ار سمول. هنا ار كابتل ار سمول. دي جاميتس اتنين. او الجاميتات. او الجاميتات. نركز مع بعض كده. هنا اتفقنا المتق. يبقى هنا حبة اللقاح مذكر. هنا المؤنس مش عاملها بقى هي اتعملت فوق. هنا الايه? البوايضة. نبدأ الجدول التاني كده عشان نشوف نهاية الجيل. التاني بتاع القانون الاول لمندل. طيب احنا ما قلناش نص. هنقول نصه حالا. لكن نقول النص بعد المسألة. اه. نفهم هطر وتبقى احسن. خلاص نبص بقى كده. هنا ار كابتل ار سمول. هنا ار كابتل ار سمول. ونركز برضو نشوف احنا بنحسبها ازاي. الار كابتل مع ار كابتل. اهي. إيبادة احمر ناقي. ويستحسن نكتب الالوان كده جوب. ار كابتل ار سمول. ار كابتل ار سمول. ده احمر هاجين. ار كابتل ار اسمول. ار كابتل ار سمول. احمر هاجين. طب مع ار اسمول. ابيض. طيب الجيل التاني طلع ايه? ها? اف تو طلع احمر ناقي الى احمر هاجين الى ايه? ابيض. طيب الاحمر النقي اركبت الاركبت نسبته نسبته واحد قدامي ايه. خلاص نركز الجدول مع الكلام. الى احمر هاجين رمزه اركبت الارسمول. الترز بتاعه يعني شكله. خلاص هنا فيه اتنين عندي في الجدول. طيب ايه الى ابيض? ابيض ها? ارسمول ارسمول. خلاص? ابيض ارسمول ارسمول. خلاص ارسمول ارسمول. نسبته كم هنا يا جماعة? واحد. طيب نجمع بقى كده? نجمع. هنجمع ايه? هناخد الاحمر عامل مشترك. ايه الفرق بين الاحمر نقي والاحمر هاجين? الاحمر نقي احمر صافي. واضح. الاحمر هاجين هو احمر اه بس ايه? فاتح شوي. يبقى احنا اخدنا اللونين اللي زي بعض احمر. يبقى ثلاثة احمر. اللي احنا بنقول عليها سائد لان الصفة السائدة لها شكلين. يا اما نقي يا اما ايه? هاجين. يبقى السائد ليه? ترزان. ظاهريان. احمر نقي واحمر ايه? هاجين. اما الابيض نسبته واحد. ابيض. ونقول عليه ايه? متنحي. مالوش هلا بشكل واحد. لان ارسمول ارسمول لو خلفت الار بقى تكتل باحمر ايه? هاجين. نشوف نص قانون من دل الاول. بعد ما عملنا المسألة اه. بيقول لي عند تهجين. نشوف كده برضو اقولها على نص ايه المسألة? او النص مع المسألة. عند تهجين نباتين خلاص بهم ازوج من الصفات المتضادة. صفات المتضاد زوج واحد. لان في قانون تاني مش هنقوله النهاردة. ولكن هيتقال فيما بعد. يبقى هنا عند تزوج او عند تهجين نبات. خلاص? او نباتين. بهما زوج من الصفات المتضادة. خلاص? فانه في الجيل الاول ينتج صفة واحدة وهي السائدة بنسبة مية في المية. وفي الجيل التاني تظهر الصفاتان معا بنسبة ثلاثة سائد الى واحد ايه? متنح. ده اسمه ايه? القانون الاول ايه? ده مندل. وما اللي انا عاوز اعمله قصده بقى امين. الصفات الغير مندلية. الصفات الغير مندلية. اللي احنا بنسميها انهدام السيادة. انهدام السيادة ما ننسهاش. بتيجي على طرف الامتحانات. انهدام السيادة يشبه قانون الاول لمندل. ولكن لا ينطبق عليه هذا الكلام. طب نعرف حالة اندام السيادة. هنقول هي حالة وراسية. حالة وراسية. لا يسود فيها احد الجينين على بديله الاخر. مثال على طول. واول ما اسمع المثال ده. نبات شب الليل. نبات شب الليل اول ما اسمعه في الامتحان. مش هيقول انه اهدام سيادة. هيقول انه نبات شب الليل. الوراثة في نوعها ايه? انه اهدام سيادة. يبقى انه اهدام السيادة المثال شب الليل. طيب عاوزين نعرف ايه حكاية نبات شب الليل. هنقول نبات ازهاره. حمراء. مش هقول نقية بقى ولا مش نقية. نبات ازهاره بيضاء. لو حابت اقول نقي ماشي. ما فيش مشكلة. قول ابيض نقل. بس دي حالة ايه? نبات شب الليل. ازهاره حمراء. طيب ايه الاختلاف عن قانون من دل? انه مش هعمل ارس مول ارس مول. وما لا هعمل ايه? دابليو كابتل دابليو كابتل. مش معنى? لا يسود احدهما على الاخر سيادة امه. خالص. يبقى دي البيرانس واحد. نشوف اللي بحصل ايه في الجيل الاول? هيزهر لي الصفة وسطية. ما بين الاحمر والابيض. ده مذكر اه? وين ايه? مؤنس. دابليو كابتل دابليو ايه? كابتل. ده مؤنس اهو. خلاص هنا جامية تسا. الامشاك. قلناها في قانون مندل. هنا الاباء. طيب نعمل الجيل الاول عشان نعرف برضو. الفرق ما بين القانون الاول لمندل ومين? ان الناس اللي بتتبعوا الدروس. خلاص? تداخل فعل الجينات. بنقصين الصفات غير من دليل. طيب الاول حاجة هندرسها لان فيه تلات حاجات هندرسهم مع ربعض ان شاء الله. ان اقدام السيادة في حاجة تانية اسمها. الجينات المتراكمة. نملة تلاتة الجينات الايه? المتنحية او جينات المميتة المتنحية او جينات المميتة الايه? السائدة. نكمل الجدول عشان ما يروحش مننا. ار كابتل ار كابتل دابليو كابتل دابليو كابتل. في ناس بتعمل لي دابليو كابتل ار كابتل. لا الاحمر معلش. اه لا يسود على الابيض بس يعني ايه? صفة بتاعته زاهية شوية. فيفضل واحنا بنكتبها. ار الاول قبل الايه الدابليو. ادي حاجة. حاجة التانية ترتيب الحروب بالانجليش. خلاص يفضل العلماء ان هما بنرتب. زي كيميا العضوية. ما نيجي نسمي تسمية كيميا عضوية في تالت سنة ان شاء الله. بنرتب الايه حسب الحروف الابجادية وترتب. خلاص طالما الاثنين متسويين. يبقى ار كابتل دابليو كابتل. خلاص كلها ار كابتل دابليو كابتل. كلها اه. يعني مية في المية. ما كل مربع من ده خمسة وعشرين في المية زي ما اخدنا في تلتة اعداد. طب اف وان هنقول ايه? مية في المية. صفة وسطية. عشان اقامل نفس. بنقسين كورونفولي. لونها كورونفولي اه. طب الترز المظهري بتاعها ار كابتل دابليو كابتل. ترز مظهري الشكل بتاعه. خلاص. يبقى كورونفولي ترز مظهر. ترز الجيني بتاعه. نسمع الكلام ده لانه ممكن نسأل فيه في النظام الجديد. يبقى ده اسمه الطرز. المظهري. اللون. اما الطرز الجيني. التركيبة اللي احنا طلعناها. طلعناها كده تأليف. لا من مسألة ومن الجدول اللي عندنا. نيجي الجيل التاني. هنقول كورونفولي. نتجي اللي طالع. نباتي ازهره كورونفولية مع ايه? كورونفولي. طيب. ار كابتل دابليو كابتل. ار كابتل دابليو كابتل. دي طبعا ما زلنا في ايه? بيرانت بيرانت تو. وما لده اف وان. اللي والجيل الايه? الاو. نبدأ نخلص كده. ار كابتل. ده مزكر ده دابليو. ده مزكر اهو. يبقى ازهاره كورونفولية. واظهره ايه? كورونفولي. هنا ار كابتل دابليو كابتل. وما زلنا بنقول علامة التانيس هنا. وقلنا بوايضة برضو نفكر نفسنا. اما دي المناسل يعني المبيض. دي المناسل يعني ايه في النبات? موتو. خلاص ده ايه? حبة لقاح. عشان نفهم برضو المسائل ماشية ازاي? دي جامعة ستنين. نبدأ في الجدول واخر خطوة النهاردة. بنبدأ الجدول برضو نفس الطريقة. اسهل لنا خمسين مرة من التواصلات اللي بتتواصل. هنا ار كابتل دابليو كابتل. ار كابتل دابليو كابتل. نبص المنظر كده. ار كابتل ار كابتل احمر. طيب ار كابتل دابليو كابتل كورونفولي. ها? ار كابتل دابليو كابتل كورونفولي. كلام ده مهم في الجدول كمان. اه. دابليو كابتل دابليو كابتل. اللي هو ايه? ابيض. طيب تعالوا بقى نطلع الجيل التاني برا كده عشان نشوف ايه الفرق بينه وبين قانون من دل الاول. يبقى نادم السيادة في احمر الى كورون فولي الى ايه? الى ابيض. نشوف النسبة كده الرمزة هو ار كابتل ار كابتل ار كابتل دابليو كابتل دابليو كابتل دابليو كابتل هنا واحد الى اتنين الى واحد. وممنوع الجمع. النسبة دي نحفظها ونفهمها الاول قبل كل حاجة. يبقى ممكن يطلب مني النسبة من غير حل المسألة اه. يعني نادم السيادة نسبتها واحد الى اتنين الى ايه واحد. اما قانون من دل الاول تلاتة سائد الى واحد ايه متنح. هنا لا يسود احدهم على ايه? على الاخ. يبقى الحالة دي بيقول لي اسمها نادم السيادة. نسبتها واحد الى اتنين الى ايه الى واحد. ده كان اول حلقة عندنا في الاحياء في ولا سنة والسنة دي ان شاء الله. نتمنى ان يكون المعلومات وصلت. ونحاول نرجعها مرة اتنين وتلاتة في الفيديو بازن الله عشان ايه? نسبت المعلومات. عشان الحلقة القادمة ان شاء الله نبدأ في الجينات المتكملة. تاني حاجة. عندنا في الصفات الغير من دليل او تداخل فعل الجينات. وتنسوش تشتركوا معنا في القناة. وتعرفوا زماني لكم. عشان عشان كلنا نستفيد. والى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.